تعتبر مزرعة وفرة خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وتعد المزرعة إحدى ثمار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحيرة لدعم وزيادة منتجات الألبان واللحوم والحد من الاستيراد جهود إنسانية وطنية لا تتوقف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتصل خدماته لقطاع الانتاج الحيواني بإنشاء مزرعة وفرة بمحافظة البحيرة لدعم وزيادة منتجات الألبان واللحوم والحد من الاستيراد المزرعة أنشئت على مساحة عشرين فداناً وبها ألف وخمسمائة رأس تسمين وألف رأس حلاب بالإضافة لإنشاء المزرعة وفق نظم حديثة تم مراعاتها لتحسين السلالات إحنا بدأنا نعمل مشاريع استثمارية مجلس الإدارة قال الاستثمار دمان الاستمرار بحيث إن إحنا نعمل مشاريع استثمارية لما تقل التبرعات يكون عندنا عائد بحيث إن إحنا نمشي مشروعاتنا وندي المساعدات الغذائية للناس اللي محتاجة طول السنة الحقيقة عملنا مصنع أغذية في التجمع الثالث المصنع دي أكبر مصنع لإنتاج المواد الغذائية الجافة في مصر كلها بينتج حوالي 25 ألف كارتونة في اليوم كنا بنعبل لنا ونعبل الغير لشركات والأفراد والمؤسسات المجتمع مدني وكنا بنجيب عائد كواز كبير جدا منه وبدأنا نعمل مشروعات مزارع وأفراد المزرعة تتضمن محلبا آليا لإنتاج ما يقرب من 30 طن من الألبان يوميا باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي تحافظ على جودة الألبان وزيادة الإنتاج بإشراف مهندسين زراعيين وأطباء بيتريين وعاملين مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة مشروع مزرعة وفرة يستهدف استكمال تنفيذ مشروع المائة ألف رأس حلاب لصغار المربيين ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استكمالا لتنفيذ توجهات الرئيس السيسي بتقديم كل المساعدات التي تخدم برنامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا ملحمة وطنية حقيقية تحققت بإرادة وإدارة سياسية قوية بمشاركة جهود المجتمع المدني التي حولت هذه الأرض الصحراوية لجنة الخضراء ومزرعة منتجة للثروة الحيوانية لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان لتؤكد الدولة مواصلة جهودها في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بتوفير المنتجات الجذائية وتوفير حياة كريمة لهم محمود جميل التلفزيون المصرية